بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العجدة من لساني يفقه قولي بهذه الكلمات المباركة نبدأ محاضراتنا اليوم فهيا نبحث معا في بحور العلم فطلب العلم يحتاج إلى إرادة قوية فالعلم يهذب النفس ويقومها ويرتقي بالفرض إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم الكرون الأولى أخرجت هذا العمل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم طارة صدئ الحديد وطارة مسكولة رسالة أبعثها مليئة بالحب والتقدير والاحترام ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثري لما كنت بعد القول مقصرة ومعترفا بالعجل عن واجب الشكر لجميع السادة الحضور متدربين الأعزاء أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات فريق الركي التكنولوجي للتدريب والتطوير بقيادة المدرب والخبير الدولي والمتميز دائما الأستاذ واي الربيع وتحت رعاية مجتمع التوأمة التربوية العربية التطوعية ومع رعاية وأضواء إعلامية من كبرى المنصات في الوطن العربي حضورنا الكريم الكتب هي فأس للجليد يكسر التجمدات حول أرواحنا فكما قال أحمد شوقي أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة وبما أننا نؤمن بأهمية الكراءة ونؤمن بأهمية دمج التكنولوجيا ومهارات القرن الحادي والعشرين انطلقت محاضراتنا اليوم بعنوان إنشاء وتصميم كتاب إلكتروني بكل سهولة تقديم المبدعة والمتعلقة دائما الأستاذة أنس الزهبي مؤلف معتمد من بوك كريوتور تشرفنا بك أستاذتنا الفاضلة أستاذة أنس معنا في فريق الرقي التكنولوجي ونحن معك اليوم بكل آذان صاغية وعقول واعية أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد بإذن الله فلتتفضل مشكورة طبعا اللي ما يعرفش أستاذة أنس هنقول نبزة بسيطة جدا عن الأخت العزيزة أنس الزهبي طبعا أستاذة أنس كمبيوتر ساينس تيتشر معلم علوم كمبيوتر وعضو مؤسس ومدربة معتمدة للمجموعة التكنولوجية للتكنولوجيا والتربية والتدريب طبعا أتشرف بأن فريق الرقي التكنولوجي لتدريب وتطوير على شراقة بين هذه المجموعة وهذا أشرف لي شخصيا أيضا أنس الزهبي هي MIE Expert لسنة 2020-2021 و22-2023 أيضا MIE Master Trainer 2021-2022 Microsoft Educator Trainer 20-23 Microsoft Certified Educator أيضا International School Coordinator سفير لفريق مهارات القرن الواحد والعشرين باللغة العربية طبعا عن دولة تونس أيضا Flipgrid Student Voice Voice Ambassador وأيضا من ألقاب الأستاذة أونس الذعبي وكلت أمبسادور قوس بيسس أديو أمبسادور أيضا Classpoint School Coach و Certified Educator للعديد من المنصات زي منصة وكلت ومنصة موتي ومنصة كامي وأيضا وموضوع درسنا النهاردة أو لقاءنا اليوم فهي مؤلف معتمد من Book Creator أيضا مكلفة بتكوين الأستاذة في ولاية سوسة مستوى إعدادي في دولة تونس الشقيقة أيضا Memory Strategy وأيضا مدربة معتمدة من مركز إبداع في مهارات الدراسة واستراتيجيات المذاكرة الحديثة وأخيرا وليس آخرا خبرة في ميدان E-Commerce BNL Level 1 أو في ميدان E-Commerce BNL Level 1 هذه بعض الألقاب الخاصة بالأستاذة أونس الذعبي أستاذ أونس أهلا بك في بيتك الرقي التكنولوجي للتدريب والتطوير نتمنى لك التوفيق في لقاء اليوم أتمنى للحضور الاستفادة من هذا اللقاء فهو مهم لكل معلم ومعلمة داخل الحقل التربوي أستاذ أونس أهلا بك فلك المايك شكرا أستاذ وأل شكرا لكل أعضاء فريق الرقي التكنولوجي للتدريب والتطوير على حفاوة الترحاب شكرا للحضور ولكل من كتب كلمة مشجعة وكلمة محافظة في تشات أشكركم كثيرا اسمحوا لي أن أشارك الشاشة بداءا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ لقاءنا اليوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام من علم علما فله أجر أجر من عامل به لا ينقص من أجر العامل شيئا إذن يجمعنا اليوم لقاء علمي يخدم العلم والمعرفة ويخدم بالأساس الكتاب وإنشاء الكتب وما له من قيمة كبيرة في تربية النشط ونحن في صراع متواصل أستاذ بائل مع ترغيب الشباب والطلاب عموما في الكتب وهذه الأدات التي ستصفحها الليلة معا إن شاء الله ستكون فرصة لتقريب تذليل المسافات بيننا وبين شباب اليوم الشباب الرقبي بامتياز وبو كريايتر هو أفضل أدات يمكن اتخاذها كجسر تواصل بيننا وبينهم إن شاء الله سنفتتح هذا اللقاء ببعض الأسئلة سريعا لننطيل مع كلاس بوينت رجاء من الحضور كتابة كلاس بوينت بوينت أب على أي متصفح ومن ثم كتابة الكود الذي ترونه على الشاشة أو مسح البار كود الذي ترونه هنا للالتحاق بالفصل إن شاء الله مرحبا سيدين أستاذ خالد أستاذ فتحي أستاذ ألمية أستاذ إلياس أحلى مع وظف مرحبا بالجميع إذن على ما أعلم أن القاعة ما شاء الله ممتلئة نتمنى من الجميع الالتحاق سريعا لكي لا نأخذ كثيرا من وقت تقديم البو كريايتر هذه الليلة مرحبا بكم إذن في الأثناء سأعرض نعم الكود عندما تكتبين classpoint.up على المتصفح على أي متصفح سيفتح لكي مجال أين تكتبين الإسم إسمكي والكود رجعا من فريق الرقي تكنولوجي لو سمحتم كتابة الكود في الشات ورابط classpoint.up لو سمحتم لتسريع العملية تم مستاذ تم شكرا إذن 29 مشارك السؤال يمكن الإجابة عليه باختيار A or B A يعني نعم هل استعملت بو كريايتر سابقا هي A يعني نعم B يعني لا فقط المطلوب هو اختيار A إن كنت فعلا استعملت بو كريايتر سابقة B إن لم تقم باستعماله أو أنها تكون أول مصافحة لك مع هذه المرمجية 41 إذن سنبدأ التمرين ونستقبل الأجوبة إذن هذا السؤال هو من باب استقصاء مدى اهتمام طبعا الحاضرين معنا هذه الليلة وعلى ما يبدو النسبة بالنسبة للأخوة الذين لم يستعملوا البو كريايتر حتى الآن هي نسبة مرتفعة وأن سعيدة بهذا لأني أطمح دائما في الإفادة بكل جديد 69% 70% مرحبا بكم جيد جدا جميل أن تكونوا مهتمين بأدوات التكنولوجية عموما وبما يخص الكتاب خصوصا المزيد من الملتحقين 49% فقط في القاعة لن نطي لن انتظار 44% أقاموا بالإجابة من 49% ملتحق بالقاعة 45% إذن وثلاثين دقيقة ثانية سأغلق إذن هناك هناك ملتحقين جدد مرحبا طبعا اليوم عفوا هناك هناك أنا ملتحقة أنا التحقت متأخر ممكن مرحبا هذا الباركود إن أردتم مسح الباركود الالتحاق مباشرة أو كتابة وكتابة الكود 41 83 مرحبا سهلا إذن النسبة مبدئيا تدور حول 70% تقريبا جيد جدا شكرا لكم ما زلنا معا على كلاس بوين في أسئلة أخرى إن شاء الله هذا السؤال سنتركه بعد قليل بعد أن نكون قد اتشرفنا معا البوك كرياتر إذن رابط البوك كرياتر سأضعه في تشات لأسمح للفضور بالالتحاق بهذه المنصة بهذا الموقع طبعا إن كنتم تتابعون هذا اللقاء عن طريق الحاسوب فيمكنكم بسهولة تطبيق ما سنقوم بشرحه هذه الليلة مباشرة وإن تعذر ذلك فالفريق الرائع الفريق الرقي التكنولوجي سيتولى تسجيل الحصة طبعا وإمدادكم بتسجيلها لإعادة ما سنشرحه إن شاء الله إذن هذا الموقع طبعا مبدئيا عند كتابة ال يعني العنوان الإلكتروني لهذه الأدات الرائعة يفتح لنا المجال الالتحاق إما ب حساب تيتشر يعني معلم أو بحساب ستودنت يعني طالب هناك طبعا اثنين إمكانات في الالتحاق بهذه المنصة وسنبدأ معا في البداية تقديم هذه الواجهة الأولى وهي واجهة المعلم ومن ثم سنكتشف معا طريقة التعامل مع واجهة الطلاب وكيف يمكن لطلابنا أن يستعملوا هذه الأدات بالتعاون مع معلمهم طبعا إذن switch to student هذه واجهة student وهذه واجهة teacher okay so switch to teacher switch to student okay and in طبعا كنت قد أنشأت حسابا مسبقا على هذه المنصة ك معلم طبعا teacher كما ترون وهنا كما ترون مجموعة من الكتب التي كنت قد أنجزتها على book creators نقوم بتصفح بعضها لنتعرف على مختلف الإمكانات في هذه المنصة مبدئيا ساسمحوا لي أن أقدم كل البيانات المطروحة في هذه المنصة ابتداء من على اليسار هناك teacher dashboard اعذروا أن هذه التفهم أن هذه المنصة ليست متاحة باللغة العربية فقط هي متاحة بلغات أجنبية وطبعا اللغة الأنجليزية هي الأقرب لتكون موحدة بيننا لهذا سأقوم باعتمادها هذه الليلة إذن بالنسبة ل teacher dashboard هناك libraries discover learn certification apps هذن الإمكانات الموجودة طبعا هنا يفتحوا لك في الحساب المجاني إمكانية استعمال library واحدة فقط يعني إن ضغطنا على create a new library مكتبة يعني the free plan only allows one active library so you have to upgrade plan go to upgrade plan وطبعا هذا لن نحتاجه لأن ببساطة في book creator يفسحوا لنا إنشاء مجال إنشاء 40 كتاب في نفس الليبري يعني المجال مفتوح ب معناها مجال شاسع للعديد من الإنجازات كما ترون هناك هنا بالنسبة لأربعون كتابا عفوا 13 كتابا من 40 وكما ترون هنا 17 authors يعني هناك مشتركين قد التحقوا معي سابقا في لقاء سابق على book creator وشاركوني إنجاز بعث الكتب ضمن هذه المكتبة وهذا ما سنقوم به بعد قليل المهم في الأمر بالنسبة لهذا الجزء من الشرح أنه في book creator لا يمكن استعمال إلا library واحدة ولا يمكن تجاوز في الحساب الواحد طبعا يمكنكم إنجاز الكثير من الحسابات إذن أردتم الحساب الواحد لا يتيح لك إلا 40 كتاب وهي طبعا وهو عدد محترم ويجعلنا يمنح لنا مساحة من الحرية ومن الإبداع الكافي بالنسبة لكل أستاذ ولكل مربي إن شاء الله الجزء الموالي discover طبعا أنا الآن نستطيع أن نقول في الجزء النظري من الحساب في تقديم الواجهة الأولى لهذه المنصة discover هنا طبعا أمثلة من كتب وقع إنجازها في مستويات مختلفة عنا كيندرغارتن ألمانتري ميدل سكول هاي سكول أكترا في كل مستوى دراسي هناك العديد من الأمثلة التي يمكن تصفحها واكتشافها للتعرف على الإمكانات التي تتيحها لنا هذه التطبيقة عفوا هي ليست تطبيقة لأنها ليست متاحة على الموبايل هي فقط متاحة على الواب وهذه معلومة مهمة طبعا لمن يريدون استعمالها هي متاحة على الواب فقط أما أما على الموبايل يمكننا فقط مشاهدة أو قراءة كتاب عن طريق رابط وهذا يمكن أن نقوم به بعد قليل إذن هذه أمثلة يمكننا أن نستوحي منها أفكارا طبعا لكل كتاب أثر يعني كاتب يقع نشر اسم الكاتب وصورته وتاريخ نشره لهذا الكتاب مع إمكانية تصفح هذا الكتاب وكما سنرى بعد قليل كيف يمكن القيام بذلك وما هي الإمكانات عند القراءة طبعا هذه هي الصفحات وعند نشر أي كتاب هناك إمكانية تفعيل read to me الصوت واضح أو لم أقوم بتفعيل الصوت عند المشاركة على ما أظن سأعيد المشاركة هذه إمكانية رائعة بالنسبة للبو كرياتر طبعا هذه الأداة تذكرنا بالإمكانية الذي نجده في أدوات Microsoft وهو يتيح للتالباء الذين عندهم صعوبات في القراءة لتصفح أي كتاب وقراءته دون أي صعوبة وهذه تندرج في إطار accessibility options وهي يعني إمكانية رائعة ويقع تفعيلها تقريبا في كل المنصات المستجدة والحديثة لانتشار صعوبات التعلم هموما عندها في صفوف الطلبة طبعا صعوبات التعلم ليست فقط في القراءة ولكن هذه الأدوات على الأقل تسهل علينا هذا الأمر وهناك أدوات أخرى تعالج صعوبات من نوع آخر option أخرى في قراءة كتاب جاهز أو حتى الكتب التي سنقوم بإنشائها معنا إن شاء الله option ريميكس إذن الكاتب الذي قام بإنشاء هذا الكتاب فعل إمكانية إعادة نسخ أو إنشاء نسخة لهذا الكتاب في حسابنا الخاص طبعا كان له الإختيار إما تفعيلها أو عدم تفعيلها وهذا يرجع إلى كاتبي منشئ الكتاب طبعا إذن ضغط على ريميكس كما ترون ريميكس بوك copy to library إذن هنا يفسح للمجال لوضعها في library الخاصة خاصة بي أوكي طبعا هذه يمكن أن نجدها في بعض الكتب ويمكن أن لا نجدها كما قلت على حسب رغبة كاتبي أو منشئ هذا الكتاب طبعا هنا هناك settings side by side page لطريقة تصفح الكتاب أو page by page it's up to you to choose voice لو لاحظتم منذ قليل الصوت كان بالفرنسية طبعا يمكن تغيير هذا الصوت للإنجليزية واختيار إما United States هناك English United States يعني American English فقط لكن بأصوات ثلاثة أشخاص Mark Zira وDavid إذن سنختار Microsoft David English United States Okay For example My hometown What makes your hometown so great? Yes Highlight words Play multimedia Turn page automatically Speed etc يعني حتى speed reading يمكن تغييره يعني What makes your hometown so great? وهذه كما قلت منذ قليل من الإمكانات المتاحة في Immersive Reader الذي نشده في Microsoft Edge في Wakelet في تقريبا كل أدوات التي تعتمدها Microsoft ونحن في شهر الترشح للقب معلم خبير لدى Microsoft سنة 2022 2023 ونتمنى أن يلتحق الحضور اليوم بركب الخوبراء لدى Microsoft هذه السنة نمر للإمكانية الأخرى وهي sharing share menu يمكن طبعا مشاركة هذا الكتاب في فصل في Classpoint يمكننا أخذ embed on your website يعني يمكن إدراج هذا الرابط في الweb site إذا كان لديكم طبعا website copy select all etc copy إذن سأذهب لتفاق للايبرري كما رأيتم الكتاب الذي كنت بصدد تصفحه أصبح جزءا من المكتبة التي أمتلكها على بوك كريايتر وبهذا يمكن طبعا إدراج أي تعديلات أختارها على هذا الكتاب إن أردت التغيير كما تلاحظون المجالات الكتابة والصور وغيره هي الآن غير متاحة غير طبعا مفتوحة للتغيير في بعضها طبعا ليست كل المجالات مغلقة لكن هنا مثلا ترون هذا الرمز يعني أنه لا يمكن تغيير هذا المجال وهذا يمكن تغييره بالright button of the mouse يعني عندما ننقر على الزر الأيمن للفقرة نضغط على unlock ويمكن هنا تغيير هذا هذه الصورة أو هذا التكست إذن كله locked وهذا يمكن تغييره طبعا بدورنا يمكننا التقاسم النسخة الجديدة التي نكون قد أنشأناها بالنسبة لهذا الكتاب لن نعود بالنسبة لتيتشر داشبورد كنا بصددي شرح طريقة اكتشاف أو استعمال الكتب الموجودة في الجزء والذي يخص العديد من المستويات عند التلاميذ من الكيندرغاردن حتى الهاي سكول والهاي إدوكيشن نمر إلى learn knowledge base يعني للتعرف على أساسيات استعمال book creator يمكنكم تصفح هذا الجزء من الwebsite وطبعا اكتشاف كيفية استعماله وكيفية إدراج الإمكانات المختلفة المتاحة فيه ومن ثم يمكن أيضا متابعة درس كاملا يتكون من 18 جزء هذه عبارة على تكوين يعني ذاتي يمكنكم القيام به عبر متابعة فيديوهات في كل جزء وطبعا كل جزء يهتم بجزء من هذا البرنامج لأنه كما رأيتم هو برنامج تري للغاية وسهل الاستعمال في نفس الوقت الفكرة أنه عند بدء في إنجاز كتاب الأفضل من الأفضل أن نكون قد تعرفنا على أغلبية الإمكانات لكي لا نعيد إنشاء الكتاب من جديد أو لكي لا نخوض في الإعادة والتكرار كما رأيتم كنت قد تحصلت على book creator certified author طبعا هذا هو الباج وهذه هي certificate وعندما تكملون هذا الجزء من الدرس الكويز تجيبون على الكويز هي المرحلة الأخيرة أوتوماتيك تتحصلون على الباج وتصبحونه والcertificate وتصبحون book creator certified author وطبعا في مرحلة أخرى ولفترة محددة طبعا ليست مفتوحة على طول السنة يمكننا الترشح إلى لقب book creator certified author ambassador وسيكون ذلك إن شاء الله في الصائفة الجزء الموالي book creator apps وهي الإمكانات أو الإضافات التي يمكن أن نستعملها في book creator كما ترون هي عندي كلها مفاعلة يمكن استعمالها وتوظيفها في الكتب التي يمكن إنجازها وفي نفس الوقت إن كان الأمر لا تحتاجونه أو في أي وقت يمكنكم القيام بـ enable and disable هذا طبعا يعود لاختياراتكم والاحتياجاتكم ولي الفكرة التي تريدون إنجازها عبر البوك creator أوكي إذن كنت قد أنجزت كتابا سأقوم بإضافة بعض التغييرات عليه ولكن قبل ذلك أريد أن أعرف إن كان المتابعين يعني متابعين نشفتين أم لا أستاذ وائب كيف هو الحال في التيمس كل مستمتع أستاذة أونس بس في مشكلة أستاذة بعد إذنك لما بنيجي ندخل على الرابط الخاص بالموقع بيطلب هما كاتبين إن هو بيطلب منهم كود كود المعلم سنعود لهذا الإشكال لأنهم دخلوا بحساب الطالب إذن سنمر لهذا قبلا إذن أنا الآن معكم سنعود للأسئلة بعد قليل أنا الآن معكم بحساب أنشأته لابني صغير يوسف وسأستعمل بوكرياتر الآن بحساب ستودينت يعني بحساب الطالب طيب إزاي يدخلوا بحساب المعلم يا أستاذة هو الأوبيشن اللي موجودة هنا هذا المتصفح ما بيظهر الشاشة دي يا أستاذة أونس عفوا ما بيظهر الشاشة للحضور اللي حضرتك ظهراها الآن هي بتظهر إن هو يطلب مننا كود لا لا يجب أنه رجوع لا لا أستاذة شيرين سرجعون إلى الوراء أنا سجلت مع أستاذة أونس سجلت مع أستاذة أونس وفعلا ظهرت لي سويتش تو يعني هو الأول بيزار ستودينت وبعدين تمنيه سويتش تو تيتشر فبنجر ما تمنيه سويتش تو تيتشر بندخل ما بيطلبش كود تمام أيوة يعني هو في المرحلة هذه من فضلكم حاولوا أن تكون مشاركة مبدئيا كطلاب إذا كان لديكم أكثر من أكاونت على جوجل استعملوا أكاونت ثانوي إذا أردتم كطالب لنجربه فقط ومن بعدها ستشاركونني في إنجاز كتاب أو كتب في المكتب الخاص به كتيتشر يعني سنقوم بالأمرين معنا إن شاء الله إذن سأعود إلى ستودينت هنا أنا طالبة وسأفتح حسابي كطالبة أوكي هو حساب يوسف إذن كنت قد فعلت الكود منذ قليل وغيرت كودا جديدا إذن عندما نلتحق بالفصل كطلاب أوتوماتيك يطلب مني الالتحاق بالمكتبة لكن باستعمال الكود الذي يوفره المعلم أو الأستاذ يعني للطالب لا يمكنه الالتحاق بأي مكتبة إلا إذا كان له الإذن من عندي معلمه أو أستاذه طبعا إذن في البداية لما ندخل كطلاب ليس هناك أي كتاب يمكنه الطالب عنده إمكانية إنجاز أربعين كتابا أيضا لكن عندما يضغطوا على Create a new book سيختاروا سنعودوا لهذه الإمكانات الموجودة مثلا هذا النوع من الكتب أهم أهم ًا هذا الكتاب الذي حاول إنجازه، هذا الطالب طبعاً. إذن سنعيد الكرة. طبعاً لا يمكن للطالب إنشاء أي شيء لأنه ليس له الحق في الولوش إلى المكتبة. إذن سأعطيكم الآن الكود الخاص بهذه المكتبة. إذن لو سمحتم كتابة هذا الكود في حساب الطالب. نقوم. أوكي، لنسى أعود. كونيكسيون. ستودينت. أوتوماتيك يطلبني في إدراج الكود. هذا الكود الذي أريد استعماله. للدخول إلى المكتبة. ما حصل الآن هو فقط لأني قبل الحساب قليل كنت قمت بتغيير الكود. كان هناك كود سابق. وقمت بتحديثه خصيصاً لهذه الحساب. إذن سأقوم بتفعيل هذا الكود. ومن ثم عندي إمكانية الدخول للمكتبة الخاصة بمعلمي إن شاءنا. وكما ترون هذه كتب كنت قد أنجزها معي بعض من المشاركين في حصة تكوينية سابقة خاصة ببوك كرييتر. وأنتم أيضاً يمكنكم الالتحاق لإنشاء كتاب في المكتبة التي أنشأتها مسبقاً كمعلمة. هذه الصفحة الأولى. وطبعاً يمكن إدراج تكس. سنعود على هذه التفاصيل بعد قليل. نيوبوك. كيفية إدراج نص وغيره. هذا كله سنتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله. فقط أريد أن أريكم كيفية تفعيل هذه الإمكانية. وماذا يحصل في المقابل. عفواً. إذن. هذا هو الكتاب. هذا قام بإنشائه بعض المشاركين على ما أظن. أنا بصدد البحث عن كتاب يوسف. هذا كتاب يوسف. وباقي الكتب هي من إنشاء الحاضرين معنا. الذين فعلوا الكود. رجاءً. لو سمحتم إن استطعتم كتابة أسمائكم. لنتعرف عليكم فقط من باب. نيوبوك. ياس. هلو. في الأثناء. في انتظار التحاق المجموعة. سنعود إلى السؤال. سمحتم على نفس الكود. على نفس الكلاس. على نفس. بنفس الطريقة. هل يمكن للطالب إنشاء كتاب بحساب الطالب مباشرةً. نعم هي أي. بي هي لا. يعني هل الطالب الفرصة لإنشاء كتاب مباشرةً بالحساب الخاص به فقط. هل الإجابة. بي هي لا. نعم هي أي. لا تخطئوا في الاختيار. أنا متعودة على التميز عند طلابي. لا تخذلوني هذه الليلة. حتى الآن الأمر جيد. سيدة وانس. سيدة وانس. نعم. أستغذينك بس جات من الموسيقى علشان أقود طبع على اليوتيوب. أوكي. إذن باقي المشاركين. سنعود لإنشاء الكتاب. أعرف أن الأمر شيء وتتوقون. أي هي نعم وبي هي لا. هل يستطيع الطالب إنشاء كتاب مباشرةً بحسابه. يعني يدخل بالجمال فقط. السؤال واضح. هم؟ سدين. إذن. هناك بعض الإجابات. ما رأيك أستدوائل؟ 14. 62. هناك ملتحقين بالفصل. أي هي نعم وبي هي لا. وهل يستطيع الطالب إنشاء كتاب دون أن يسمح له معلمه أو أستاذه؟ هذا هو السؤال. أظن أن السؤال لم يكن واضحاً بالنسبة للأغلبية. طبعاً لا يمكن الطالب إنشاء أي شيء وحده دون الحصول على الكود الخاص بمعلمه. إذن ركزوا قليلاً لتصيلكم الإفادة كما يجب. سنمر للسؤال الموالي. ما هو عدد الكتب الممكن إنشاؤها إنشاؤهم في Book Creator؟ إذن المطلوب هو كتابة عدد الكتب الممكن إنشاؤها في Book Creator؟ جيد جداً. الحمد لله. أوف، هذا السؤال أسهل بكثير على ما أظن. أمسوين، لا أستاذ سعاد، لا. أربعين، أحسنتم. فعلاً هي أربعون كتاب جيد جداً. أحسنتم، شكراً أستاذ لبنى، أستاذ عواطف، أستاذ ابتسام، أستاذ لمية، أستاذ إلياس، مرحباً. أستاذ حنين، هي فرصة لأرحب بالحضور. أستاذ أمان، أستاذ يارا، أستاذ أمل، سنة، سارة، سيد هندة، مرحباً. أفتي الكريمة من تونس، خميس، يوسف، يوسف آسفة، هي ليست بالتسعة. الرقم تسعة يمكن أن يكون خطأاً في الكتابة. شكراً على المحاولة. أستاذ أحلام، أستاذ سعاد، مرحباً. أستاذ أحلام، أحسنتي. أستاذ شيرين، سدين، شكراً سدين، أحسنتي. أبنتنا العزيزة سدين، أستاذ شادية، أستاذ براء، أستاذ هبة، أستاذ أمالي، عفواً إن أخطأت في الإسم، أستاذ آمنة، أستاذ شادية، أحسنتم جميعاً، جيد جداً. أستاذ فتحي، أحسنت، تلميذ شاطر، ما شاء الله، أستاذ سوسن، أستاذ أسمى، أستاذ فتحية، أستاذ ريم، مرحباً. أستاذ عروبة، على ما أظن، عفواً إن أخطأت. نمر، السؤال الموالي، ما هو عدد المكتبات الممكن إنشاؤها على Book Creator؟ نطيل كثيراً في هذا السؤال، فقط هو لتثبيت المعلومات، وهذا النوع من الكويزز مهم جداً عند مصافحة تلاميذنا، عدد لا نهائي، نتمنى، لكن العدد اللانهائي يجب أن يكون لنا الحساب مدفوع الأجر، لكن في الحساب المجاني، أحسنت أستاذ إلياس، تلميذ شاطر، ما شاء الله، متابع شاطر، عفواً أستاذي. مكتبة واحدة، نعم، مكتبة واحدة، أحسنتم، هي مكتبة واحدة فقط، طبعاً أنا متعودة في التدريبات التي أقدمها بحرصي على التفاعل بيني وبين الحاضرين، طبعاً لنثمن كل ما قيل وكل ما وقع تقديمه من تفسير في حصصي التدريب، شكراً للجميع، أحسنتم، هي مكتبة واحدة. نعود، إذن، مرحباً، رجاء كدامة الاسم، ما شاء الله هناك صور وكثير من سنتعرف على ذلك بعد قليل، إذن سأريكم بعض الكتب التي قمت قد أنشأتها، هذا وظفته في أحد دروسي مع تلاميدي كأستاذ حاسب آلي طبعاً، باستعمال تطبيق سكراتش، أحنا في تونس طبعاً معروف، عنا اللغة الثانية هي الفرنسية، إذن ستجدون هذا الكتاب بلغة فرنسية، الهدف من هذه الجزء من التكوين هو فقط تمكينكم من بعض الأفكار، يمكن أن تكون مفيدة أو أن توحي لكم بأفكار أتبعوا برامجكم حسب الاختصاص طبعاً، إذن هذا الجزء يمكن استعماله طبعاً عند تصفح الكتاب، يمكن الضغط على read book، تشبه البلاي فيديو نفس الفكرة، يمكن استعمال read to me، المرسف ريدر، وتغيير الإمكانات، ويمكن نشر الكتاب full screen، إذن هذا هو الكتاب، طبعاً يمكن تضمين العديد من الروابط، هنا رابط تابع think link، وهذه فكرة كنت قد وظفتها في الفصل لتعريف وجهة scratch، كبداية الحصة يعني كبداية البرنامج من الأول باستعمال تطبيق think link، يمكن أن نقوم بتدريب على هذا البرنامج، طبعاً يمكن أيضاً من نفس الرابط الولوش إلى يوتيوب فيديو كنت قد أنشأتها، هي تتضمن نفس الفكرة كيفية استعمال وأهمية كل جزء من وجهة البرنامج البرنامجية scratch، كنت قد بدأت في إنشاء هذا السري of video على scratch بالفرنسية، وطبعاً إن شاء الله عن قريب سيكون هناك scratch بالعربية وبالإنجليزية إن شاء الله. دون ذلك هناك صفحة script، نفس الفكرة كنت قد بدأت في العمل في الاشتغال عليها عن طريق فيديو ثاني، وطبعاً التعريف لكل جزء من هذا السكريبت، نمر، هذه طبعاً أشغال تطبيقية قمت بها مع تداميدي، هذا كمثال، نرجع للتصفح كتاب ثاني، هذا كان الكتاب الذي استعملته لتقديم حصة على مع الأستاذ أمير خلف صحية الأستاذ أمير، وكانت طبعاً مصافحة مختلفة عن العادة لتقديم تطبيقة Code Spaces EDU كطبعاً أمباسادر من بين اثنين أمباسادر في تونس على هذه المنصة الرائعة. كتاب ثاني مثال ثاني، عندي طبعاً تلاميذ يدرسون على البيثان ترتلغرافيكس أيضاً، قد قمت بإنشاء هذا الكتاب خصيصاً لهذا الفصل. طبعاً يمكن إضافة صفحات وتبارين وغيره، سنتعرف إلى ذلك. عفواً، هل هناك شيء؟ يتفضلي أستاذ أونس، كملي حضرتك. شكراً. هذا كتاب كنت قد أنشأته على اللي خاصين بمايكروسوفت. طبعاً، هذه الباجات والسرتيفيكات التي حصلت عليها من مايكروسوفت كخبيرة لدى هذه الشركة العالمية العظيمة. طبعاً، كما ترون، بدأت في إنشاء كتب أخرى على ويكلت، وبإذن الله سيكون لدي كتب خاصة بكل المنصات، لتكون خير دليل لكل من يرغب في تعلم هذه المنصات الرائعة. وفي الأثناء أعددت لكم كتاباً مختلفاً، ليكون بعض الشيء قريباً من الجميع لأصدقائنا الحيوانات. والفكرة هو أن نزور بعض حقيقة الحيوانات، ونكتشف بعضاً منها، وسنقوم بإضافة بعض المعطيات على هذا الكتاب كجانب تطبيقي مباشر لكيفية إدراج الصور، اللينكس، الفيديوز، الأنيميشنز، يعني كل الإمكانات المتاحة في إنجاز الكتب. كما ترون هذا العنوان هو عبارة عن رابط، رابط فيديو، يمكنه طبعاً تضمين فيديو بالنسبة، إذن من أطيل، الهدف ليس هو إدراج مشاهدة الفيديو طبعاً، فقط لنريكم الإمكانات المتاحة في بوكرياتر. كما ترون هناك شخصيات وهناك أجزاء مختلفة، سنعود لتقديمها، مثلاً، كما ترون، كما ترون، سعيد لتقديم، كما ترون، كما ترون، كما ترون، سنقوم بالضغط على edit ومن ثم بما أن هذه هي آخر صفحة بالنسبة لهذا الكتاب هما تسعة صفحات إجمالا سنضيف صفحتين على كل في كل مرة نضيف صفحتين لأن هذا النوع من الكتاب يتيح لنا صفحتين متقابلتين متواجهتين في نفس الوقت طبعا سنضيف حيوانات تابعة للجزء farm animals وحيوانات تابعة لل wild animals wild animals سنضغط على edit وسنذهب إلى نهاية الكتاب لإضافة صور طبعا أي إضافة يمكن إدراجها في هذا الكتاب يجب تفعيل الـ option أو الـ item plus يعني استعمال الرمز plus لإضافة media shapes and more طبعا ميديا نقصد بها images camera pen text record shapes كما ترون هي أشكال هندسية يمكن أيضا البحث عنده محرك بحث خاص به لإدراج أشكال أنواع أخرى أو تفعيل واستعمال الإضافات التي يمكن تفعيلها وإضافتها إلى book creator سنبدأ معا بالـ image طبعا الـ image يمكن البحث عنها directly from the web يعني بالصوت أو بالكتابة يمكن كتابة التكست هنا أو البحث عبر الصوت وأنا قمت بإنشاء ملف خاص بهذه الحصة لإثرائها طبعا وسنبدأ بالـ elephant بعض الدقائق لتحميل هذه الصورة كما ترون هذه الصورة يمكن أن نقوم بتكبيرها وبوضعها بالحجم الذي نراه مناسبا وكما ترون أيضا أن نوعية الـ pixels يعني quality of image يعني نوعية الصورة هي نوعية جيدة جدا في book creator يعني التقديم رائع وممتع فعلا سنضيف صورة أخرى فاندا لنسى في هذا الجزء سأهتم بالـ wild animal ثم أذهب إلى أمكانية أخرى ماذا هناك أخرى أمكانية أخرى أستاذ أنس نعم أستاذ أنس نعم تفضلي ممكن سؤال الله يباريكي أنت الآن عندما فتحت الكتاب وفتحت الصفحة قمت باستخدام علامة الزائد صح نعم قبل قليل خاتفت معك مجموعة من المعطيات قائمة منسدلة على الجانب الأيمن أنا لم أشاهدها في حساب الذي أنشأته يعني تعدينها دقيقة واحدة وسمحتي بجانب هذه ظهرت معي لكن في قائمة أخرى هناك قائمة أخرى خرجت معك إلا أرها عندي القائمة التي تتحدثين عليها هي عندما نقوم بتفعيل ريد بوك يعني عند قراءة الكتاب تظهروا عندنا عند قراءة الكتاب لأننا هنا لا يمكن أن نقوم بأي تغييرات هنا فقط سنكبر الشاشة سنقوم بالشير سنغير ستينكس يعني الإمكانات وسنفعل ريد تومي لصعوبات القراءة واضح إذا كنا نريد طبعا إذا إذا ضغطت على الصورة فلن يقع اختيار الصورة فقد سيمكنني من المرور إلى صفحة موالية فقط هذه هي الإمكانية التي لديت إذا أردت إنشاء أي تغيير يجب الرجوع على edit ومن ثم الرجوع على plus وال e وال play كما اتبحت الرأي شكرا لك عزيزتي شكرا نعفو نعفو مرحبا إذن طبعا مع ال elephant سأقوم بإضافة text وسأكتب elephant done وعن طريق ال e inspector يمكن أن يظهر لي كل الإمدادات الخاصة بالtext سأوضح هذا الأمر فقد سأقوم بتكبير التكست أولا ثم middle black نسيش خليوها black أوكي يعني إذا كنت بصددي التعامل مع نص عندما أذهب لل e inspector سيقوم بفتح كل ما يخص التكست بنفس الطريقة عندما أقوم باختيار صورة عندما أضغط على e inspector سيفتح لي كل ما يهم هذه الصورة crop front back lock lock etc إذا كان عندما نضغط على lock سيقوم بمسح أو إلغاء هذا الجزء الزائد من الصورة والإبقاء على crop إبقاء فقط على الجزء الذي نحتاجه إذا قمت بالضغط على الصفحة أنا الآن لم أضغط لا على الصورة ولا على النص إذن أنا بصددي التعامل مع الصفحة ال e inspector ستفتح لي solid colors أنواع من ال colors التي يمكن استخدها في الصفحة comics هذا هو من الأنواع comics هذا هو من الأنواع كوميكس paper مثلا إذا كنا بصددي معالجة موضوع أن يخص الموسيقى أو الهندسة أو ما إلى ذلك borders يمكن أيضا إضافة هذا البوردر مثلا وإضافة هذا البوردر يتيح لنا وكأننا نتعامل مع كتاب فعليا طبعا الأفضل أن يكون الصفحة تكون الصفحة كلها كمثيلاتها إذن كما رأيتم الأندو لا يمكن استعمالها إلا مباشرة يعني إذا كنت أريد paper no button texture comic أود الرجوع إلى recent هذه إذا كنت أريد الرجوع إلى paper الآن أقوم بأندو يمكنه إلغاء آخر عملية إذن سأرجع إلى design الأول الذي اخترته الشكل الأول elephant سأضيف text ثاني وهو الفاندا لنحترم الطريقة التي كنت قد اتخذتها في بداية هذا الكتاب ليكون العمل متناسقا مع بعضه أوكي أوكي ماذا ينقصنا في هذه الصفحة من يقول لي ماذا ينقصنا أستاذ أنس في حد بيسأل بيقول ممكن نزيل الخلفية أو نعملها إزالة يعني الخلفية طبعا خليها بيضة باللون الأبيض باللون الأسود باللون اللي تختاروه أو اختيار اللون الذي تريدونه مبدئيا الأبيض يعني عبارة ما فيش ألوان ولكن إذا كنتم تريدون اختيار خلفية يعني لها خصوصية على حسب الموضوع على حسب القصة على حسب الفكرة على حسب اجتهادكم يعني هناك العديد من الإمكانات فعلا هي أداة ترية للغاية وتتيح لنا مجالا واسعا للإبداع مثلا وينوت حلوة هذه سأبقي على هذه في هذه الصفحة في هذا الجزء من الكتاب إذا ما يمكن إضافته هو الصوت الآن طبعا الاحتراما للتمشي الذي كنت قد بدأت به منذ قليل ولكي نقوم بمسح كل الإمكانات الوالدة في ميديا إذن record أولا يعطيني start recording button يفسح المجال للتسجيل الصوت طبعا هذا جزء من الكتاب يمكن أن تقوموا به مع طلابكم يعني يمكن أن تكون الأصوات المستعملة أو المدرجة في الكتاب هي أصوات تلاميذكم مما سيجعلهم يحسون بأكثر يعني معنى اهتماما بالموضوع اهتماما بالدرس وبالشرح سيحسون يشعرون أنه كتابهم وأنهم بصدد إنجاز شيء يخصهم start recording one three two one elephant يعطيني الفرصة لاستماع إلى الـ elephant أو ضغط على delete لإعادة التسجيل use recording يفتح لي هذه الأيقونة التي يمكن إما تكبيرها أو تصغيرها أو وضعها في المجال الذي ترونه مناسبا في كتابكم بنفس الشيء بنفس الباندا فرصة فقط للإعادة لكي يتضح الأمر عندكم start recording three two one باندا stop recording طبعا إذا ضغط على delete لن يقوم باعتماد هذا التسجيل وسأكون مضطرة للإعادة start recording three two one باندا use recording وأضع هذا الـ recording في المكان المناسب له طبعا كما كنتم ترون هذه الصفحة هي خاصة بالـ elephant والباندا وعنا الـ wolf وغيرها وعنا عندنا أيضا الجزء المخصص الخصف على الجزء المخصص اعلان لدينا اضافة بعض التزاعة المخصص اعتمدنا لم أقوم بتنزيل هذه الصورة مثلا فقط كمثال اذا كما ترون ترتيب الصور الآن ليس مناسبا ليس منظما يعني ابتدأنا هذا الكتاب ثم مررنا ثم قمنا بالإضافات الغير مرتبة في هذه الحالة عندما نريد إضافة صفحات في داخل ما بين الصفحات نضغط على ويضح لنا هذا البرنامج كل الصفحات بالترتيب ويعطينا الفرصة لتحميل وتغيير المكان لكل صفحة في مكانها المناسبة إذن هذه يجب أن تكون هنا وبهذا نكون قدرة تبنى كتابا طبعا يمكن أن يكون العدد لا متناهي من الصفحات هذا ليس بالأمر يعني هو أمر متاح يعني ليس ليس ممنوعا بالنسبة لهذه الصفحات خلافا لنقلها من مكان إلى آخر لترتيبها ابتداء بداية ونهاية عند الضغط نقر على ثلاثة نقاط يمكن القيام بـ copy to move insert يعني عندما نفغط على copy عبارة عملت duplicate يعني عبارة أني أنشأت نسخة من هذه أخرى من هذه الصفحة سأقوم بـ delete الامكانية الأخرى insert insert blank page يعني قبل هذه الصفحة أريد إضافة صفحة ثارغة يعني يمكن تنظيم الصفحات من هذه الواجهة بكل سهولة سأقوم بإزالتها لأفهم أهمية كل الصفحة move move to cover يعني يمكن أن نعتمدها في الصفحة الرئيسية cover هي صفحة خاصة بهذا الكتاب أو يمكن تغيير مكانها إذا كان الكتاب مثلا فيه خمسين صفحة طبعا ليس بالأمر السهل أن يقع تغيير مكانها بـ manually يعني باليد هذا طبعا move يسمح لي بتغيير مكانها سأضعها في 1,2,3,4,5,6 6 6,7 6 move ok ثم يجب أن تكون في 7 move 7 move ok إمكانية أخرى copy 2 إذا كنت أريد أن أنسخ هذه الصورة أو هذه الصفحة في أحد الكتب التي قمتم بإنشائها شكرا لكم على حسن التفاعل عنا أستاذ اهترام عفوا مساوي بن فرحات سعاد بن فرحات سعاد عفوا أستاذ احترام أوه أستاذ احترام عفوا اسم جميل أول مرة أتعرف على اسم احترام اسم حلو copy page أوكي يعني المفروض أنه هذه الصورة ستكون عندكم في الكتب التي قمتم بإنشائها هذا فيما يخص معالجة مختلف الصفحات نعود ما هي الإمكانيات الإمكانات عفوا الأخرى كنا قد استعملنا image text record يبقى لدينا كاميرا طبعا إذا كان لديكم كاميرا وليس ليس متاحا لدي الآن كاميرا الحقيقة لأجرب الأمر لكن إن كانت لديكم كاميرا أمامكم في الحاسوب يمكنكم أخذ كاميرا حقيقية كما فعل أستاذنا الجليل إلياس على ما أظن في كتابه والأمر الثاني هو pan يعني يمكن إدراج صور في الصفحات باستعمال tools يعني عنا أنواع كثيرة من الخطوط وعنا أيضا الـ AR artificial intelligence إنه مثلا أريد تصوير شجرة مثلا start drawing ok I'm start to draw ماذا يقوم بنشر أو بإنشاء هذا البرنامج يقوم بتفعيل الـ artificial intelligence ويفهم أنني أريد رسمة شجرة ويتيح لي العديد من الإمكانات الشبيهة بالشكل المنجز طبعا هي تشبه شجرة وتشبه شعلة نار وتشبه الفطر الضرس كل ما يشبه الشكل الذي قمت برسمه يفتحه ليك إمكانية أختار مثلا هذه الشجرة ويمكن اعتمادها في الرسم الخاصبي ل طبعا زيادة ويمكن تغيير اللون للأخضر ومن ثم إذا كان الرسم لا يروق لي أو لا يعجبني طبعا في كل لحظة يمكن مسحه ويمكن تغيير هنا هذا لون الصفحة يمكن تلوين الصفحة بالأكمل أو إضافة داخل هذا هذا الجزء من الكتاب طبعا هذه صورة موحدة يعني عندما فعلت البن دروينج بن كل ما وقع إضافته في هذه المرحلة سيدرج كصورة واحدة يمكن التعامل معها مرة واحدة إذا أردنا مسحها أو تغييرها علينا تغييرها كلها أو مسحها بالأكمل يعني يمكن أيضا استعمال هذه الأقلام لإنشاء بعض الرسومات مثلا سأقوم باختيار اللون الزهري لكتابة مرحبا بكم خماش مليكس اسمعي إذا حسنا تقدر تصنعي بصوتي إذا حكى يوسف قبال عدر فعيدي إذا حكى يوسف قبال المايكات لو سمحتوا يا جماعة افتاح المايك أستاذ أونس أستاذ محمد اللغة الثانية عند بلاد بلادنا هي الفرنسية نعم إذن كما رأيتم عند استعمال البان إما نختار البان شكلا يعني يكون على ثلاثة أربعة إمكانات أو اختيار الأوتوماتيك فورمس أو شيبس لتفعيل إمكانية الارتيفشل انتليجنس المتاحة في بوكرياتر مع تفعيل واختيار سمك القلم الذي يمكن استعماله لونه و طبعا مع إضافة سميلي و ما إلى ذلك إذن كنا قد قدمنا كل الإمكانات المتاحة في ميديا سنمر إلى شايب سنذهب إلى جزء آخر من الكتاب لتفعيل الشايبس طبعا الشايبس عند إضافة دايالوج يمكن تغيير ال الديالوج بهذا الشكل و طبعا لنجعل من هذا هذه الشخصية هذه الشخصية ونستطيع كتابة نص يمكن تغييره أوتوماتيك بال هذا الشايب طبعا أنا بصدد التعامل مع الشايب ولست بصدد التعامل مع النص ولذلك عند إضافة سمك البوردر ترون كيف يتغير يمكن تغيير البوردر لونه عند الضغط على play يكون بهذا شكل إذن بالنسبة للشايب كما ترون هناك الأسهم المربع المستطيل لأن أطيل في ذلك تستطيعون أن تجربوا هذه الأشكال هي سهلة الشيء الآخر طبعا كنت قد فسلت منذ قليل أن هذه الأبليكيشن يعني باي ديفولت هي غير متاحة سأعود سأعود إلى الأبس هنا سألغي تفعيلها وسأعود إذن البيت موجي والجي في ألغيت تفعيلها سأعود إلى الكتاب سأعود إلى المكان الذي توقفت فيه هنا هذا الكتاب هذا الكتاب من إنجاز أحد المشاركين هذا ليس بكتاب وقعت فيه بعض التغييرات هي من كتاب ليست النسخة الأصلي سأعود سأذهب إلى مور كما ترون كان لدي هنا الجيفي وال البتموجي أنا أظن وإنجاز وكما ترون وقع إلغاء هذه الإمكانات من هذا الميديو إذا أردت إرجاعهم بسهولة أعود وأقوم بتفعيلهم من هنا سريعا سنمر إلى كيفية استعمال هذه الأوبشنز مبدئيا هذه صفحة الأولى لقد قمت بإنجازها عن طريق الكنفا يعني ترون هذه الإمكانية الموجودة هنا هي متاحة طبعا عند الضغط على صفحة الأولى كما ترون هذا القلم يأخذني مباشرة إلى كامفا وقد قمت باختيار هذا التامبليت من كامفا وكل ما ترونه من إضافات قمت به على البوك كرياتر طبعا للولوج إلى كامفا يجب استعمال نفس الإيميل عليكم أن تدخلوا إلى البوك كرياتر والكنفا بنفس الإيميل ليقوم ليسمح لكم بتفعيله وسط كتابكم طبعا الكنفا فيها إمكانات عديدة ومتعددة وأغلبها يعني مدفوعة الأجر لن أخذ في ذلك لأن الحصة لا تخص الكنفا لكن يمكنكم اعتماد التامبليت في تامبليت أو اعتماد ال 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 pro version تامبليت وإلغاء أجزاء منها يعني هذا التامبليت هو في الأصل ال pro ما قمت به هو إلغاء الأجزاء التي تتطلب أجر مدفوعا غيرت الصورة غيرت العصافير غيرت كل ما هو من أجله أن يطلب مني أن أدفع يعني مبلغا وأبقيت على الأجزاء التي فيها ويمكن إضافة أشياء مختلفة لاستعادة الشكل الذي نريد أن نتحصل عليه ومن ثم الضغط على save طبعا هذا التامبليت فيه العديد من البيجز أنا اعتمدت صفحة الأولى publish إذن لنجد نفسنا في هذه الكوفر بيج في هذا الكوفر بيج بالنسبة بالنسبة للمور للأبس كما ترون اعتمدت هذا من بوك كرياتر باعتماد الجيف مثلا إن أضغط على تايجر هنا سيعطيني العديد من الإمكانات جيف إمجز أو ستيكرز وهي الأفضل على ما أظن سأبحث بعض التأخير بسبب الانترنت لغير أكيد إنه هناك هناك إمكانات لم يفتح لي بسبب الانترنت على ما أظن باعتمد ستيكر I want some ستيكر please hello good okay yes I love you too ونفس الشي ونفس الطريقة يمكن إضافة ستيكرز في كل مكان الأبس الثانية بالنسبة ل3D وfeedback ستيكرز طبعا يمكن استعمالها لكن ليس بحرية كاملة بالنسبة بيتموجي معروف إنه ندخل مباشرة على حساب سنابشات والبيتموجي أفاتر وغيره الفيدباك ستيكرز هذا جزء جميل جدا يمكن اعتماده في دروسنا لأنه مثل ستيكرز التي نضعها على كراسات التلاميذ لتثمين أعمالهم وإنجازاتهم مثلا ول تحفيزهم على المواصلة وهي طبعا إضافات حلوة وممتعة وثرية بريليانت ومالي إلى ذلك الامودي معروف إنه طبعا يمكن إضافتها عبر التكست لكن هنا عندنا سأختار صفحة أخرى هذه صفحة تلقت بالصور animated emoji يمكن اختيار بعض الصور الخاصة بالحيوانات كما ترون هذا الباتفلاي والبي اخترتهم من هذا الجزء من التطبيق إذن صوت الحكمة بعض الحيوانات الأخرى بعض الامكانات الرائعة وبذلك يمكنكم تخيلوا نوعية القصص والكتب التي يتيح لنا هذا البنامج إنجازها إما إنجازها مسبقا لتقديمها إلى التلاميذ أو إنجازها بالتعامل أو التعاون مع تلاميذنا طبعا عند تمرير الكود الخاص بالمكتبة إذن عندنا أيضا جوجل درائف فايلز أمبد طبعا أتركوا لكم مجال الاتشاف هذه الأوبشنز وأريد أتوق كثيرا لمشاهدة إنجازات هذه الليلة من أستاذتنا الرائعين أعداد الأستاذ أمال العوني الإيقاب العلمي لسنة ثالثة مرحبا أستاذ أمال إذن أشجعك على مواصلة إنشاء هذا الكتاب هنا ليس لدينا اسم على ما أظن رجاء كتابة أي اسم أي إشارة لنتعرف على هذه الكابي التي قمت بها منذ قليلة هذه الكابي التي بعضتها لأحد المشاركين الاسم ليس مدرج أمامي هذه كابي أخرى هذه كابي يعني لكن باستعمال نسخة أو نوعية أخرى من الكتب سنذهب إلى هذا المضل الأمر والنهي أستاذ هند أنا أعرفتك هند مرحبا أستاذتي طبعا هنا عند مشاركة طلابكم وأعدادهم لكتبهم يمكنكم مساعدتهم بوضع إشارات لتشجيعهم أو لإصلاح بعض الأخطاء أو للقيام بعض الإضافات وما إلى ذلك فمن شأنه أن تكون ما بينكم وبين تلاميذكم متابعة متواصلة عبر هذه الإنجازات صفحوا الكتابة الموالي الدعوة بالسعادة من أجملي ما يدعو بياني المؤمن لمن أحبه مسائكم سعيد وأنت أو أنت مسائك أسعد شكرا أستاذ إلياس عبد النبي مرحبا بك مرحبا أستاذي مبروك لك أشارات مص مبروك مرحبا برافو مرحبا بك شكرا لك على المتابعة سعود عندنا نيوبوك من فرحات سعاد مرحبا أختي الكريمة عندنا قصة كاملة ما شاء الله يعني الإبداعات بدأت يعني بالظهور يمكن هنا بلوك بيج هناك بعض الإمكانات المتاحة لبعض الصور شادو وغيرها لم تفتح معي الآن لا أعلم لماذا لكن يمكن إضافة شادو للصور هذا ما كنت بسدتي البحث عنه ومع أسئلة يعني هذه دراسة نصة هذا عمل متكامل بالنسبة لنص العفو مرحبا أستاذة فرنسية كما ترون هذه الصفحة وقع نشرها في كل الكتب الموجودة في اللايبري يعطيكم الصحة مشكورين على التفاعل احترام أستاذ احترام مرحبا كالعادة نفس الصفحة وقع نسخها في جميع الكتب مبدئيا كنت قد قدمت حتى الآن كيفية إنشاء كتاب بصفة مباشرة عن طريق كتاب جاهز سأعود فقط للضغط على نيوبوك لبدء الأمر من الأول أستاذ هندا شكرا كما ترون هنا مجال للنوتيفيكيشنز للأحداث يعني كومنس يمكن كتابة كومنس هنا أستاذ هندا هي أستاذة لغة عربية وأتصور مدى شوقها وسعادتها بهذه الأدات لأنها ستكون لها خيرة مساعد ودليل مع طلد بها وهي طبعا أستاذة مبدعة أحييها وأحيي من خلالها كل أساددة العربية واللغات وكل الأساددة من كل العالم العربي بكل اختصاصاتهم لأن الأمر ليس بحكر على مادد دون أخرى كما ترون أنا أستاذة علوم حاسب يعني حاسب آلي واعتمدت هذا البوكرياتر وهو طبعا ملهم ومشجع دل جميع إلا لإنشاء كتاب عندنا العديد من الشيبس يعني الفورمس يمكنه إنشاء كاميك سكوير كاميك بورتري كاميك لانسكيب كاميك أو يعني عندما نضغط على هذا التامبليت مثلا هذا النوع من الكتب هو الفكرة إنه يمكن إدراج بعض الصور فيه يوبوك لانسكيب آه هذه عند إضافة تكست يمكن إضافة أنواع كثيرة كاميك كما ترون هذا النص وقع كتابته بطريقة معينة سأقوم ب إدراج تكست من نوع آخر كما ترون هذا التكست يمكن أن يكون بأشكال مختلفة مثلا يمكن اختيار هذا النوعية هذه النوعية من الشايبس يعني هو الكتاب كاميك سأعود لتفسير الأمر يعني عندما نختار هذا النوع من الكتب ونضغط على بلاس تكست كما ترون لا يتيح لنا أي نوع من التكست يعني الصفحات المقصمة المجزئة لكن عندما عند اتخاذ هذا النوع من الكتب الذي هو خاص بالكاميكس ومحاولة إدراج محتوى يمكن إدراجه عن طريق هذا النوع من التقسيم في الصفحة كما ترون طبعا هي مجرد تقسيمات يمكن إلغاؤها إن أردنا عبر النقر على انلوك أو احترامها ووضع كل الأجزاء الكتاب أو الصفحة في المكان المخصص لها وفي مقابل طبعا نستطيع إدراج هذه الأشكال المتنوعة وهذه الإفكت بما أننا نتحدث على كاميكس يعني يمكنكم تخيل الأمر إنه رياكشنز إنه أكسيدانت إنه أو ميزينج إكسيترا يعني كل هذه الإمكانات نحتاجها عند إنشاء كاميكس طبعا بالنسبة للتكس أعود هناك هذا النوع هناك الكابشن هذه كابشن في إطار يعني البوم نفس التكس لكن بأشكال مختلفة هذا بوم أوكي وتكست عادي هذا التكست العادي يعني هذا هو مبدئيا كل الإمكانات المتاحة طبعا كنت أتمنى أن يكون المجال مفتوح أكثر من ذلك لإنشاء قصة كاملة ولكن طبعا تتفهمون أن الأمر يتطلب بعضا من الوقت ومفتوح والتركيز والتركيز للإبداع والاختيار الصور والاختيار الأفكار يعني هي أداة ملهمة للمبدعين ولا المولعين بالكتب والقصص عموما وأيضا بكل ما هو ديزاين وأنا الحقيقة أتوق لكل ما فيه من ألوان ومن أشكال هذا يجعلني أكثر إنجذابا إلى هذا البرنامج إذن سأعود إذن نيوبوك اتفقنا أنه هذه أنواع يعني عادية وهذه أنواع مقصمة على أساس استعمالها ككتب يعني إنجاز كاميكس هناك هذا باعتماد البلانك بوكس يعني كتب فارغة يمكننا أيضا اعتماد تامبليت يعني أشكال جاهزة قوالب جاهزة لكتب فيها مواضيع مختلفة فيها ديزاين جاهز فقط يمكننا اختير التامبليت ومن ثم تغيير المحتوى لا أريد أن أجعلكم نقول وإحنا بالتونسي تشتهيو يعني نودكم ولا نشاهيكم شوكليت وكوكيز وغيره هذا كتاب فيه السويت ريسيبيز يمكن للسيدات اعتماده لخزن كل الريسيبيز التي تحتاجها في الإجازة إن شاء الله بعد الامتحانات وهي فرصة طبعا لنتمنى إلى تلاميذنا الأعزاء ولكل المربين حظا موافقا بالنسبة للفترة القادمة من الامتحانات إذن بلانك بوكس تمبليتز ويمبورت بوك أو بيديف يعني يمكن تحميل كتاب جاهز من جوجل درايف أو مل حسوب عبر التحميل البيديف طبعا هو لا يقبل إلا شكل البيديف بالنسبة للفايلز يعني يجب أن يكون لدينا محتوى مسجل بشكل البيديف لتحميله مباشرة واعتماده مباشرة في الجتاب لنتفادة لإعادة والتكرار يعني إذا كان عنا مثلا محتوى كنا قد أنجزناه عفوا على مايكروسوفت وورد يمكن تسجيله على البيديف ومن ثم تحميله داريكتلي للبوكرياتر وإضافة فقط الدزاين الأشكال ستيكرز وغيره لبعث بعض الحيوية في هذا المحتوى وتغيير نوعية المحتوى الذي نريد تقديمه لذلامينا طبعا هناك الbutton reorder واند سيلكت طبعا الري اوردر لتنظيم الكتب وانا المكتبة عندي تشوشت الحقيقة دخلت بعثنا نقوله بالتونسي احنا يعني معادش منظمة نحب نعمل شوية نظام يعني يمكنه ترتيب الغرفة ترتيب الكتب بهذا الشكل مثلا وكتاب الدن لتفعيل هذا الترتيب اذا وضعت الكتب في نفس المستوى وها طبعا على عدد الكتب المنجزة يمكنه طبعا اضافة اتجار احنا نقوله يعني رف خاص جديد بالكتب هناك comment اخر لا ريوردر سيلكت ايضا نفس الشيء يعني سيلكت يمكنه ضغط سيلكت تو دليد كومباين ارموف يعني اذا اردنا الغاء بعض الكتب او ادماج كتب في بعضها البعض او تغيير مكان كتاب من مكان الى اخر يعني من الى اخر يمكن استعمال سيلكت الضغط على الكتب المختلفة ومن ثم تفعيل الابشن التي نريدها و done طبعا لن اقوم بهذه عملية لاني اود الاحتفاظ بكتبكم الجميلة عندي كتب جميل على ما اظن لا اريد ان done لن افعل شيئا لمن هذا الكتب الجميل استاذ احترام انجزت اضافت بعض الستيكرز وبعض الايفكت احييك استاذتي في الاثناء سنذهب ل نكتشف معا ال ال اساتذة الذين انتحقوا والذين انجزوا معنا كتبا هذه الليلة اوتوماتيك يصلني اسماؤهم في هذه القائمة طبعا هناك اسماء تضم هذه الليلة واسماء تضم الحصة التي كنت قد قدمتها سابقا انجزوا انجزوا اخر لتلتحقوا بالليبري معروف انه نستعملوا هذا الكود هذه الفرصة ان لم يتصنى لكم نسخ الكود عليكم ان اخذوه الان سكرينشوت هناك امكانية اخرى للأسف هي غير مفاعلة في النسخة المجانية لهذا البرنامج على أساس انه يكون عندي يكون عندي البرو version هنا طبعا promote to co-teacher مثلا استاذ استاذ اسماء او استاذ عدنان اريد اضافته ك promote to co-teacher يقول لي if their teacher ask them to sign out of book creator etc طبعا هذه دعوة للالتحاق للتشارك في نفس العمل لكن طبعا الامر لن يمر للأسف لانه غير مفاعل في ال free version كما ترون library owner it's up to me only اذا حتى الان اكتشفنا كيفية استعمال استعمال او يعني استعمال كل الامكانات المتوفرة في teacher dashboard libraries discover learn how to get certified as book creator certified author طريقة ادراج واضافة الابس الامكانية الاخرى كيفية انشاء كتب على اختلاف انواعها اما blank or by templates اما كتب عادية او comic وايضا طريقة التحميل البوك كpdf وهناك ايضا امكانية download as ebook or print as pdf يعني يمكن تباعة هذا الضغط على التباعة للحصول على نسخة pdf لهذا الكتاب يعني بعد انجاز الكتاب يمكن تحميله كpdf او يمكن اتباعته لاستعماله ككتاب حقيقي من بعض يعني فعلا هي ادات رائعة لانجاز قصص يعني التلميذ او الطالب سيشعر انه من السهل عليه انجاز كتاب ذا محتوى هام وايضا فيه كل الصور وكل الايفاكت التي تجعله من هذا الكتاب شيقا مما يجعله يكون اكثر طبعا طواعية لمشاركة في هذه الانشطة اخر شيء سنكتشفه الان هو published online طبعا هذا الكتاب هو published online بالنسبة لي مع طلابي كنت قد شاركته مع طلابي ولي لنستطيع مشاركته طبعا يجب ان نضيف العنوان هنا طبعا لا يمكن القيام الحصول على الرابط دون عنوان ودون كتابة الصاحب الكتاب طبعا نشر الكتاب مع وصف لمحتوى هذا الكتاب ان اردنا ماكسيموم 2000 يعني 200 character who can find this book يعني اذا كان تريدون ان يكون هذا الكتاب متاحا public يعني اي مشارك او اي انسان يبحث على الكتاب الذي يتحدث على python على حسب العنوان يمكن ان يتحصل عليه اذا كنت قد ضغط على public وليس هذا هو طبعا الامر بالنسبة لهذا الكتاب بانني اعتمده مع طلابي اذا لقد وضعت private وallow remix هذه الoption التي كنت قد تحدثت عليها مسبقا انه يمكن للكاتب بصاحب الكتاب اما تفعيل on او تفعيل off بالنسبة للميكس ما معنى ذلك يعني بالنسبة لهذا الكتاب ان كنت قد فعلت الان وشاركت معك الرابط الرابط الخاص بهذا الكتاب يمكنكم طبعا الحصول على نسخة وتغيير انشاء تغييرات جراء تغييرات التي تريدونها على هذا الكتاب ومن ثم في النهاية نضغط على copy link لمشاركة الرابط وread online لنشاهد الكتاب كما سيتحصل عليه طبعا اصدقاؤنا او طلابنا الذين شاركنا معهم هذا الكتاب اذا ساقوم بمشاركة الكتاب الذي انجزناه معا هذه الليلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما في صوت أتابة؟ نعفو كنت المايك كان مغلق نعم شكرا إذن كنت بصدد نشر الكتاب قلت هو هدية لكم هذه الليلة الكتاب الذي قمنا بإنجازه معا هذه الليلة وأنا سعيدة بمشاركته معكم إذن فقط سأعيد لا أدري من إمتى معناها صوت انقطع كنت قد قلت لهنا أنه يعني عندما يكون الكتاب الـ description هي optional وعندما يكون public الـ description هي طبعا compulsory ومن ثم قمت بتفعيل الرابط مباشرة معكم إذن هذه الواجهة بالنسبة لأي مستعمل تحصلوا على هذا الكتاب وكما ترون هذه الأيقونة تعني الـ remix يعني الحصول على نسخة جديدة نسخة خاصة بحسابي في بوك كرياتور أو القراءة يعني عندنا الاختيارين يمكنه إما أن نقرأ الكتاب أن نتصفح الكتاب أو القيام بـ remix وطبعا هنا سيطلبوا مني الولوج إلى الحساب أنا دخلت بجميل آخر الآن الولوج إلى الحساب الخاص بالطالب أو بالمعلم ومن ثم أختاروا معلم طبعا هذا حساب ثاني ليس بالحساب الخاص آآ آآ الأول الذي تحصلت فيه على الشهادة هو هذا حساب ثاني وآآ في هذا الحساب أيضا قمت بإنجاز بعض الكتب الخاصة بالبرنامج الخاص بالحسب الآلي طبعا سكراتش وغيره إذن هذا هي النسخة التي آآ قمت بحصولي عليها عن طريق الرابط الذي شيرته معكم يعني آآ هو متاح لكم أيضا وتستطيعون أخذ هذه النسخة وإدراج كل التغييرات التي تريدونها ملاحظة كما ترون الأيقون الخاصة بـ Canva هنا ليست مفاعلة سؤال كيف يمكن الحصول على تفعيل هذه الأيقونة لتغيير الواجهة؟ من يجيبني؟ أستاذ؟ شكرا نعم تفضلي أعتقد لو ربطت حساب الكتاب الذي وضعتيه بحساب الـ Canva الذي أملكه برافو طبعا طبعا مبدئيا هل حساب الـ Canva مفاعل؟ هو الحساب أنا أنجزته الآن هذا حساب جديدة طبعا عندما نذهب إلى هذا الجزء من الموقع لن نجد أي من الأبليكيشنز مفاعلة حتى الآن سأضغط على أجوتي يعني أد أكتيبيت 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 نعود إذن عندي الـ Canva مفاعلة الآن طبعا أستاذ ممكن تعيدين ممكن الإعادة ما فهمت أوكي إذن في البداية أنا في حساب جديد أنشأته الآن للتو في Book Creator طبعا مبدئيا عند إنشاء الحساب بصفة آلية لا يوجد تفعيل لأي من الأبليكيشنز التي موجودة يعني هي الموجودة بالنسبة لبو كرياتر يعني هنا الأبليكيشنز هذه كلها أناي بلد يعني غير متاحة هي في الأساس غير متاح أوكي لأنني بصدد إنشاء حساب جديد الآن ومن ثم عندما أريد إنشاء أي تغيير إجراء أي تغيير على هذه الصفحة يجب أن يكون حساب Canva مفعلا لدي أو يجب أن يكون الأبليكيشن مفعالة لدي كما ترون الآن لأنني قمت بإدراج Canva وتغييره ظهرت الأيقونة الخاصة بCanva Automatic يعني إذن عندما أضعط على Plus سأضيف Canva هل أنا سريعة هل تريدون أن أقوم بالأمر بطريقة أقل سرعة من ذلك يمكن الأنترنت خاطر أو واضح لا أو لأن الصوت يسبق الصورة فلأجل هذا ما استوعبت الفكرة بس الآن اتبحت عزيزتي شكرا الله يهديها الانترنت الله يهديها نتمنى ونهار يكون عنا قد الصورة قد الصوت بنفس القوة وبنفس التدفق إن شاء الله نصدولها إذن هنا Plus وأصبح لدي GIFI Bitmoji والCanva كلهم مفعالين ومدرجين في البرنامج عندي ومما يسمح لي بإنجاز والقيام بتغييرات بالنسبة لكوفر بيتش التي كنت قد قمت بإنجازها وتحميلها عبر استعمال الCanva يعني ما أردت أن أوضحه أن هذه النسخة من الكتاب هي فعلا مثيلة للنسخة الأصلية لا ينقص منها شيء بكل الإمكانات والتفعيلات المتاحة طبعا بالنسبة للحساب الذي لديكم وأذكر هنا أنه يجب أن يكون لديكم حساب Canva بنفس الجيميل بنفس الأكاونت بنفس الإيميل الذي قمتم بإنشاء حساب Book Creator عليه على ما أظن أنا لم أستعمل Canva في هذا الحساب على هذا لم يفتح معي لن أضيع الوقت في ذلك إذن هل من سؤال هناك سؤال سيدة أرجوك تفضل خالد من تونس جارك مرحبا سيدة مرحبا 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 مبدئيا على حسب يعني الموجود هناك لم أقوم بشرحها سأضيفها شكرا على الملاحظة بالنسبة بالنسبة للإمبت كود هذا الإمبت كود الإمبت كود فليب هي أصلا وهذا كلهم يمكن إدراج الرابط فيها عندك الرابط هذا يأخذك مباشرة للحصول على المعلومة مباشرة من 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 Book Creator so The Ultimate Guide to Embedding Continence in Book Creator so YouTube Google Maps PDF Google Sheets Docs Forms Slides Flipgrid Stream View Extreme Everything VVideo etc scratch موجودة أيضا Tinker CostBases EDU Padlet Nayport Tingling Poptoon Flat GeoGebra Wrap يعني فعلا هو يسمح لنا يتيح لنا إمكانات رائعة ويعني هناك كبيرة يعني هناك إمكانات مختلفة سأتقاسم معكم هذا الرابط بصفة مباشرة في الرابط طبعا العفو العفو أنا في انتظار طبعا الأسئلة وسأقوم بترح سؤال أخير إذن السؤال هو رأيكم في هذه الحصة ففضلوا بالإجابة العفو مرحبا شكرا لكم أنتم الرائعون إن كان هناك شيء رائع فهو وجودكم الليلة معنا للاستفادة وإن شاء الله للإفادة بعدها وللتمرير المعلومة ونشرها ليتعلموا معنا ما نحن بصدد تعلمين شكرا لكم تنسى أبغي على هذه الشاشة مفتوحة والآن وصلت إلى نهاية الشرح إذا كان هناك أسئلة تفضلوا طبعا شكرا لحضرتك أستاذة أنث الزهبي حصة زهبية فعلا من أرض تونس الخضراء ففعلا حصة فعلا زهبية خضراء ومسمرة بنشكر حضرتك يعني زي ما كتبت كده أنا في كلاس بوينت كانت حصة رائعة لأستاذة متميزة وكانت حصة سالسة بسيطة متهيق لي أن جميع الحضور استمتعوا بيها وإن شاء الله حيطبقوا بإذن الله على المحاضرة بتاعت اليوم بنشكر حضرتك جدا وننتقل بقى للمبدع أستاذ وائل اتفضل أستاذ وائل طبعا بشكرك أستاذة أنث كفيتي وفيتي لقاء أكثر من رائع وفعلا الكل كان منتظره لأن كتير مننا كان بيسمع عن البوك كرياتور ولكن ما اشتغلش عليه ما يعرفش باستخدمه في ايه والحمد لله أتوقع طبعا من خلال متابعتنا للشات وللحضور إن الجماعة عرفوا خلاص البوك كرياتور ايه هو وبستخدمه في ايه بالزبط وازاي استخدمه وطبعا ده بناء على شرح حضرتك الوافي الكافي وإن شاء الله بتزيد الاستفادة بعد متابعة تسجيل اللقاء اليوم من الحضور وأتمنى منهم المتابعة لهذا اللقاء بعد نشر التسجيل أستاذة أنث نشكرك جدا 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 بإسمي وبإسمي جميع أعضاء فريق الركيد تكنولوجي للتغريب والتطوير فعلا ونعم الشراكة بين فريقي وبين المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب وإن شاء الله تكون شراكة مثمرة دائما للمعلمين والمعلمات في جميع عنحاء وأرجاء الوطن العربي بشكرك جدا 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 أستاذة أنث ودي شهادة بسيطة جدا مني بإسمي وبإسم جميع أعضاء الفريق لحضرتك على جهودك في لقاء اليوم أيضا بتشرف بإعطائك شارة مدربة بالفريق وهذا شرف لنا جميعا هذه الشارة مننا لحضرتك شارة مدربة بفريق الرقي التكنولوجي للتدريب والتطوير وأيضا هدية أخرى وهي درع الفريق عن جهودك في لقاء اليوم وهو موقع بوك كريتور بإسمي وبإسم جميع أعضاء الفريق وسفرائه في جميع الدول العربية نتمنى هذه الهدايا تنقل إعجاب حضرتك